موسيقى السلام عليكم صنع مدينة مغلقة هذا العنوان السائد لمدينة مزدودة الأفق تم اختطافها في سجن كبير منذ الانقلاب والاشتياح ولأن سلطة الانقلاب تركزت فيها كان قيدها أكثر قسوة وأفقها أضيق من سدادا مدينة كانت في يوم ما مفتوحة وتبدو اليوم مغلقة ملفوفة بالقمع والمنع وهي التي كانت ذاهية بالتنوع وتعدد الألوان كما هي ألوان القمرية والعمارة والغناء الصنعاني ومباهج الحضور والحضارة منذ الانقلاب تعيش المدينة يومياتها كرهينة للصوت الواحد واللون الواحد اتسعت لليمن وضاق بها الاجتياح وفتحتها الثورة وأغلقها الانقلاب أعلت الدولة الجمهورية من شأنها وأغرقتها الفوضى لإمامية العائلية من جديد أمهات المختطفين والأكاديميون في صنعان وناشط التواصل الاجتماعي والصوت المرتفع للمثقف الحر فيها آخر ما تبقى من مقاومة مدنية تحاول كسر جدار الصمت فيها كل يوم الحراك الأكاديمي والوقفة الاحتجاجية للنساء للتضامن مع حلب وبعض من احتجاجات الموظفين رد شيئا من الاعتبار لمدينة تم سحق اعتبارها منذ الاجتياح والانقلاب فهل الوقفة الاحتجاجية للنساء في صنعان مع حلب تشير إلى أنهما تزال للحرية بقية فيها وأن جدار الصمت لن يدوم وماذا عن صنعاء التي تحولت من مجال مفتوح إلى مدينة مغلقة منذ الاجتياح والانقلاب مشاهدين الكرام حول صنعاء مدينة مغلقة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة أناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو والأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء وسينضمعه آخرون عبر الهاتف مساء الخير دكتور عبد الباقي دكتور عبد الباقي هذه النقطة ربما نقشناها من قبل عن صنعاء وكيف تحولت اليوم نتحدث عنها كيف أيضا أصبحت مدينة مغلقة تضيق بتعدد الأصوات اسمح لنا فقط أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير سوف نعود بالنقاش صنعاء مجال مغلق ومدينة مخنوقة مكتومة الصوت هذا لسان حال المدينة منذ الانقلاب وجدت ذاتها وشوارعها وساحاتها في قبضة كاتم الصوت وهي المدينة التي شهدت تجارب وتحولات الحرية من الجمهورية إلى الوحدة إلى التشريعات التي ضمينت حق التظاهر والاعتصام وحرية التعبير إغلاق صنعاء بهذه القتامة هو الإغلاق الأشد منذ الزمن الجمهوري ويؤكد عودة الدهنية السياسية المغلقة في زمن الإمامة التي حكمت بثلاثية السيف والسجن والسلالة الفضاء العام في صنعاء لم يعد متاحا كل يوم يمر يضيق بالتنوع باللون الواحد والصوت الواحد لعاصمة كانت في يوم ما ملتقا للتنوع والتعدد كان أبرزها جماهيريا تورة الشباب وسياسيا مؤتمر الحوار الوطني أمهات المختطفين ونقابة الأكاديميين وناشط التواصل الاجتماعي آخر من تبقى من الصوت المقاوم داخل المدينة بين فترة وفترة يكسر هذا الصوت جدار الصمت فيها كما كسر الثوار جدران الكرامة الحراك الأكاديمي والوقفة الاحتجاجية الأخيرة لحرائر صنعاء للتضامن مع حلب وبعض احتجاجات الموظفين هنا أو هناك شيء من الاعتبار لمدينة تم سحق اعتبارها منذ الانقلاب صنعاء التي كانت تتضامن مع الحرية والعدالة للقضايا العربية أصبحت مجالا لتسويق مجرم الحرب وقاتل الشعوب من الخميني إلى بشار الأسد والمدينة التي كانت تزهو بألوان العلم الثلاثة أصبحت مطلية بالأخضر تحت لافتة المقدسات التي باسمها تعرضت قداسة الإنسان اليمني وهويته وحريته لأصناف الجرائم أقساها سلب كرامة اليمني وتحويله إلى تابع ذليل ورهينة في أحسن الأحوال المدينة التي شهد ثورات متعددة وكانت عاصمة لدولة الوحدة وفيها تم تعبيد دستور دولة الوحدة ووثيقة الحوار الوطني التي أسست لعهد من الحقوق والحريات تشهد أكثر المعتقلات المرئية والغير المرئية وتحولت إلى مجال مغلق قامع للحقوق والحريات فهل لفظت صنعاء أنفاسها ونامت أم أن للحرية فيها بقية هذا ما سيخصح عنه المستقبل وما سيقوله التاريخ الجمهوري الحديث لهذه المدينة التي عاصرت حلم اليمنيين من ثورة عام 48 إلى ثورة 11 من فبراير مشاهدين الكرام نناقش هذه الحلقة مع ضيفنا دكتور عبد الباقي شمسة مرحبا بك مرة أخرى دكتور وبداية صنعاء مدينة مغلقة لو تحدثنا عن رأي علم الاجتماع السياسي عن الصورة العامة في صنعاء الآن صنعاء كمجال جموغرافي مغلق ولكن كفضاء مجتمعي غير مغلق لأن نحن نعلم أن القمع وممارسة العنف وغياب القانون وأيضا فتح زمام الأمور للجماعات الميليشيوية لانتهاك حوق الإنسان ونهب ممتلكات المواطنين بهدف استمرار هؤلاء كأتباع للحركة الحوثية هو عامل موقت كما تعلمين أن تسارع الأحداث درماتيكيا على المواطن جعلته يقف قليلا أو يكمن قليل لكن سيستمد أنفاسه بعد فترة لأن هناك أحداث متسارع انقلاب خروج الرئيس عاصفة الحزم عاصفة الأمل المشاورات حصار قطع مرتبات نحن أمام وفترة وجيزة تمت فيها تحولات شديدة وهي ليست ناتجة عن سيرورة أو عن تحول مجتمعي هي ناتجة عن استراتيجيات خارجية وعن عمليات ممنهجة للانقلاب بالتنسيق مع إيران وهذه العمليات قصدية لن تحدث تغيير صنعاء هناك في الأخير بغض النظر عن أن نسبة التحديث السياسي فيها كان متدنيا لكن كانت هناك قد تم بناء دولة المواطنة والتنوع وأيضا محاولة لما يسمى تذويب الهويات الأحادية والانفتاح نحو التعددية وقبود الآخر ولو كان بطيها والمخلوع صالح عامل علي أبت إنتاجها لكن نحن أمام مشروع والصورة كانت قبل قليل واضحة قبل قليل في السبعين والصورة عبد الملك الحوثي فوق أعمدة ثورة ستمر هذا هو المشروع المشروع هو ثورة مضادة لجماعة أحادية أنا أقولها أحادية السلالة أحادية المرجعات السياسية كانت تعدد في كل حكم الإمامة تعدد اللامساوى إعادة إنتاج القبيلي والمهمشين ولكن هناك سلالة ثابتة أحادية المرجعات السياسية هي الثابتة في الملبس وفي وضع الجنبية وفي الامتيازات وفي الآن الخمس وإلى آخره بالتالي الشعب اليمني في التاريخ القديم دفع الثمن وكانت أحدى المعوقات البنيوية لعدم إحداث تحديث لأنه كان هناك إعابة إنتاج اللامساوى إعابة إنتاج للوعي الحديث بحيث أنها تصبح هذه الجماعة مهيمة على الفضاء المجتمعي نحن دفعنا ثمن هذا في حروب لأن هناك حروب لليمن لم تستقر خلال حكم الإمامة وبالتالي بعد الجمهورية أقول وأطمن كل المواطنين أن ما يحدث في صنعاء الآن صنعاء ليس مدينة مغلقة صنعاء فقط تنتظر قدوم قوات الشرعية على تخوم صنعاء ستشهدون تحولات كبرى أفهم أنك لسرع أن أي مدينة هي انعكاس لطبيعة النظام السياسي والاجتماعي متحكم في السلطة بها نحن لا نتحدث عن نظام السياسي نحن نتحدث عن جماعة متعطشة إلى القتل والسلطة لا نتحدث عن جماعة سياسية ديها مشروع نحن نتحدث عن جماعة سياسية تنظر إلى ذاتها بقدسية جماعة براجماتية جماعة تقول الحقر نلقاع والدم من رأس القبيلي ونحن نقول أننا نغيرنا مثلا نقول الرصاص من المعسكر المنهوب والدم من رأس القبيلي كل الضحايا من المواطنين اليمنيين كل القتل وكل القمع ولكن هذه الفئة التي تسعى إلى السلطة هي المقدسة هي التي تاتيها المرتبات إلى المنازل بعيدا عن المواطنين هي التي تأخذ أنبوبة الغاز بسعر أقل هي التي تأخذ امتيازات السفر والعلاق والمنح هي التي قال عنها عندما تم الحكم وقالنا وزير العدل عندما قال لا يمكن مساوة السيد بقبيلي ولم يحكم بإعدام السيد لأنه قد قتل قبيليا يمنيا بالتالي لا يجوز هذه المساوة نحن أمام فئة تنظر لنفسها باستعلاء وهذا المشروع يسير عكس عقلة التاريخ لذلك أعتقد أن صنعاء صحيح أنها جغرافيا مغلقة مغلقة ليس بفعل هذه الجماعة تريد أن تعود للسلطة وبالتالي هناك قمع عالي الدرجة هناك حصار هناك مرتبات مخطوعة هناك الإنسان لا يساوي ثمن الرصاصة هناك الإنسان لا يساوي شيء ومن هنا نحن أمام جمعها يعني هي حولت عملية تخويف وترعيب لماذا ركزت الميليشيا على صنعاء لخنقها وتخويذها بهذا الشكل وتحويلها إلى لون واحد وصوت واحد وقمع أي لون آخر أولا لأن صنعاء مجال كما تعلمين الحوثيين لهم استراتيجيتين التقدم نحو المجالات الجغرافية والتفاوض عليها وبالتالي يصبح صعدة ومناطقهم الجغرافية خارج الحوار وبالتالي سيتم الحوار ليس العودة إلى صعدة ولكن الانسحاب من صنعاء مع البقاء لكن صنعاء عاصمة سيادية لها دلالات رمزية وأيضا موقع المخلوع صالح وبالتالي تعتبر هناك الآن مدينتين مركزيتين لتحرك الحليفين المخلوع صالح يعتبر صنعاء المجال له محوطة بما يسمى الحرقة الجمهورية وهو القطاعات العسكرية العائلية والحوثيين الآن يريدون أيضا ما يسمى تذويب لأن هناك خطورة الآن أن نبه المواطنين أن هناك خطورة لأن يذوب أو يتم ذوابان قز كبير من قطاعات المخلوع صالح في إطار الماليشيات الحوثية نظرا للقاعدة المركزية للمعتقبة الديني ولغياب مشروع هذا المخلوع صالح ووجود مشروع لدى الحوثيين وبالتالي يستطيعون أن يذوبون قطاع كبير وبالتالي تصبح هذا ما يسمى الحجد الشعبي اليمني مقابل الحجد الشعبي العراقي وهذا ما يفسر زيارات القيابات الحوثية إلى بغداد لناقلة تقربة ومن هنا أعتقد أن هذا الحصار يعتقدون بأن حصار المواطنين وقمع المواطنين يستمدون هذا القمع والترويع من الثلاثية التي ذكرت في التقريض السجن والسيف والسلالة هذه الثلاثية لم تعد صالحة لأن الشعب اليمني الآن هناك ما يسمى بالعالم الافتراضي وهناك وسائل اتصال اجتماعي وهناك ثورة شبابية وهناك نسبة تعليم وهناك مكتسبات قد تم اكتسبها بالتحديث السياسي وبالانفتاح وبالتالي لن يقبل الشعب اليمني وأعتقد أن هذا هو حصار وهذا ما يؤكده دكتور يعني خروج الأكاديميين أمهات المختطفين وإصرارهم على وجود صوتهم رغم كل القمع والتخويف دعنا فقط دكتور أن تنضم معنا الأخت جهاد عبد الرحيم وهي ناشطة إعلانية من صنعاء مساء الخير أستاذ جهاد أهلا بك لابدنا بالحدث معك أستاذ جهاد عما شاهدته صنعاء بوقفه باسم حرائر صنعاء للتضامن مع حلب بحدثين عنها نعم كانت رقصة أمام مكتب المفوضية تابع الأمم المستحدة في صنعاء نحن خرجنا استجابة لحلب الصامدة خرجنا نستصرخ الضمير الإنساني خرجنا نمد بقرائم النظام الأسدي وزبانيته التي محركه الرئيسي هي روسيا وإيران نعم خرجنا نقول أن ما تعانيه المرأة السورية نحن نحسه في صنعاء لأننا تحت حتلال ميليشيات هي تتبع أيضا وهي جناح لإيران خرجنا نقول أن حلب الصامدة تتبع ضريبة الصنطة الدولي والعربي وتخاذل الأمم المتحدة وتخاذل العالم أمامها نعم أخت جهد هذه الرسالة التي قمتم بتوجيهها وبأنكم مع حلب وأن صنعاء تعاني ما تعاني حلب وهل تمكنتم من إيصال هذه الرسالة أن تقن فعالية هذه في صنعاء لأجل حلب هي رسالة قوية لكل من يوالي إيران وروسيا أو فارس وروسيا ما يحدث في حلب هو يحدث في تعز وما يحدث في دمشق هو يحدث في صنعاء هدف المشروع الإيراني واحد كما هو هدف المقاومة من التحرر من هذا المشروع واحد هنا تكمل الإنسانية والقيمة الأخلاقية خرجت ميليشيا المخلوع والسوتي اليوم وصدت احتفالاً بما يسموه انتصار حلب وشلالات الدم ومباركة إقرام الطباة هذا لا يعني شوى التقرد من القيم والأخلاق والضمير وهذا ما قالته اليوم حرائر صنعاء حينما خرجت لتتضامن وتنجد بالقرائم ضد الحلبيين واستنكار الصنطة الدولي والعرضي وتواطئ الأمم المتحدة وإذن الله أن تكونوا سؤالة الرسالة نعم طيب أستاذ جهاد هل تعرضتم لأي قامع؟ هل مرت الوقفة بسلام دون أي مضايقات عهدناها من ميليشيا الحسي كلما قمتم بأي نشاط؟ كما قلت سيدتي تتعرض الوقفات الاحتجاجية لصنعاء أو الحال المقاومة لصنعاء دائما للإعتداءات نعم حدثت في الأخير ونحن قد خرصنا حدثت بعض المناوشات كان هناك مسلحين كان يهتفون لنا هذا علم داعش وما إلى ذلك نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ جهاد عبد الرحيم الناشطة الإعلامية كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء بطبيعة الحل تمر مثل هذه الوقفة إلا بمضايقات وإن كانت بسيطة كيف تعلق دكتور على إسرار أمهات المختطفين الأكاديميين أيضا أصحاب الأصوات الحرة على إقامة فعاليات رغم القمع يعني وفعاليات ربما هي النقل تماما مما يقوم به ميليشي يعني خرجت جماهير كما قالت ومجموعة تحتفي كما تقول بانتصار حلب في ظل كل هذه الأشلة والدماء هذا الدليل على أن الصنعاء لم تعد صنعاء التي يصورونها في مخيالهم وفي ذاكرتهم الجماعية صنعاء تنبض بالحياة تنبض بالتعدد تنبض بالمستقبل لذلك أقولها بوضوح وليس تعبئة أنا قلت لك أن تسارع الأحداث وقمع الميليشيات وضعف سيبة القانون وهذا صنع مدينة منهوبة للميليشيات لبقاءهم ولذلك أول ما يلتقط الجماعات النقابية والمواطنين والمؤسسة المجتمعية والفاعلين قليل من النفس سينتظمون في حركات رافضة لهذا المشروع ولو تذكرين تحدثنا من هنا في مقابلة سابقة وقلنا هم بحاجة الآن إلى نوع من الأمان بمعنى أن يجب أن نعطي هؤلاء إذا ما حسوا وتحدثت وأتذكر جيدا قلت أنه في حال ما اقتربت السلطة باتقاه تخوم صنعاء صنعاء لن تكون صنعاء صنعاء ستكون جهنم تحت أقدام وتحت أرض هؤلاء الذين حاولوا أن ينهبوا الجمهورية وملامحهم وضحت من آخر احتفال بالموعد النبوي واضحة الرسالة كانت ومن هنا أعتقد أنا أقف بإقلال للذين خرجوا من أجل حلب وخرجوا من أجل الحقوق الإنسانية للأكاديميين والسجناء هؤلاء شقعان وأبطال وأعتقد أنهم أكثر بطولة من أولئك الذين على الجبهات لأنك الذي في الجبهة يواجه ويحتمي بمترس ويطلق الرصاص ولكن هؤلاء في قلب الميدان وبالتالي إذا كان هؤلاء في قلب الميدان وهم يعلمون مسبقا أن حياته لا تعني شيء لهؤلاء الناس فنحن أمام بطولات خارقة وبالتالي أعتقد صنعاء ليست صنعاء التي نحن نقول أنا أطمن أبنا مطمئن جدا مهما كانت صنعاء صنعاء لها عقود مدينة لكل اليمنيين لم تعد صنعاء مغلقة على جماعة محددة وليس مجالا أقائديا هم يريدون مجالا هم يريدون السيطرة على صعدة وأمران وهذا المجال التاريخي وصنعاء نظرا لأنها عاصمة وأمانات عاصمة أصبحت مدينة لكل اليمنيين وتغيرت بنيتها الديمغرافية وتغير سلوكهم وهناك نوع من التعايش وهناك كتلة سكانية تنتمي المكان ولكن أصبحت جزم المكان حتى أبناء مناطق صنعاء حتى الذين ينتمون القبائل لم تعد القبيلة هي تنظيمات اجتماعية يعني مغلقة أو تقوم بأدوال اقتصادية واجتماعية مغلقة هناك نوع من التداخل بين الحديث والقديم زعيم القبيلة رئيس حزب ولهما صالح الخارج ويسافر الخارج نحن أمام قبيلة أصبحت فقط في البنية الذهنية صحيح أنها في بعض الأماكن لها وجود ولكن هذا الاستفاف العقائدي والاستفاف المناطقي هو مرتبط بفشل المشروع الوطني يعني أطمن كل اليمني عندما تفشل يفشل المشروع الوطني والذي أفشل المشروع الوطني المخلوع صالح عندما يفشل المشروع الوطني تأتي المشاريع الصغيرة ومنها الحوثي ومنها الجماعات المناطقية ومنها الآن من يقدمون عريضة للإنضمام العربية السعودية من حضر موت ومنها من نرفع أنه يريد استقلال تعز وهناك من يريد استقلال عدن هذه المشاريع الصغيرة متى تأتي تأتي عندما يفشل المشروع الوطني تأتي المشاريع الصغيرة نحن الآن أمام المخلوع صالع قادنا خلال عقود إلى فشل المشروع من هنا جاء الحوثي وتسمى وذكره بشيء كانوا يقولوا دعنا نقرب كانوا يسوقون فوق وسائل المواصلات في المقائل نحن فشل السياسيين فشلوا الأكاديميين دعنا نقرب الحوثيين وهذا كان من الدهاء والتكتيك وتعميم المعلومة دعنا نقرب بعد فشل الحزاب السياسية وفشل الجمهورية دعنا نقرب الحوثيين نعطيهم فرصة يعني عبارة أن العملية استراتيجية هنا أقول لك أن الجماهير عندما تحتق وتخرج بحاجة إلى الشعور أنها ليس وحيدة وهذا في علم الابتماع الجماهير بالتالي لماذا نقول نحن دائما نقول تعز لماذا نقول على السلطة الشعرية أن تحرر كثير من الديمغرافية إذا ما شعر المواطن أن تعز قد تم استعابتها وتم التوفير الأمان فيها ويعديدها صنعاء ستشتعل لذلك صنعاء تقط مجال جيمغرافي مغلق المواطنين مهددين بالقتل لسببا ومن غير سبب بالتالي العقل والمطالب تتحول إلى المحافظة على الوجود لكن هذا لا يعني أن قد تغييرت أفكارهم وتغييرت طباعهم وأنهم أصبحوا يخضعون قد يتكيفون مع الوضع قد يستكينون فترة ولكن هم يحلمون بالجمهورية هم ينتظرون الفرق ينتظرون قدوم الشرعية وهناك رفض هذا المشروع لا يمكن للشعب اليمني ونحن شاهدنا داخل مدار الصنعاء رفض للصرحة من طلاب والأطفال وشاهدنا الآن بعد تجاربهم نحن قربناهم الآن بسنتين ماذا فعلوا هناك تشبع يعني اكتشفوا سريعا كشف الأمر إذا كانت جماعة تتحول من الزيدية إلى الاثنى عشرية من أجل أن هناك عقل براجماتي في هذا المذهب عندما يتحول يغير مرجعيته البعقائدية إلى الاثنى عشرية ولا يتلفقيه هذا قادر على التلون عندما يهربون التوراة إلى إسرائيل بهدف كسب ود إسرائيل ليس لهم ثوابت وطنية ولا قومية ولا إسلامية هؤلاء مستعدين أن يقيموا علاقات مع الكيام الصهيوني يقيمون علاقات مع أمريكا وهناك علاقات يتحولون من الزيدية الاثنى عشرية ومن الثنى عشرية إلى اليهودية المهم أن تبقى هذه السلالة حاكمة بالتالي الشعب اليمني ينبض صنعاء فقط أنا قلتها في قبل حلقات طويلة قلت الجماهير في صنعاء بحاجة إلى الشعور أن هناك من يحميهم وأن هناك اقتراب لقوات الشرعية نأخذ رأي أحد الأخوات المشاركات في وقفة اليوم الأستاذة بسماء محمد الناشطة المدنية عبر الهاتف من صنع أيضا مساء الخير أستاذة بسماء أهلا بك أستاذة بسماء عادة دور المرأة مختلف خاصة ما تقومون في مجابهات ميليشيا تقومون بعدة وقفات حدثين عن وقفات اليوم أهميتها ودور المرأة بالذات في كسر جدار الصمت في صنعاء أهلا وسهلا أولا قناة بلقيس التي تهتم كثيرا بها للوقفات التي نقيمها نحن هنا في صنعاء بالنسبة للوقفات التي تقام في صنعاء الوقفات النسائية فعلا هي تكسر حاجة الصمتة التي تجبرنا عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح للمرأة دور قوي جدا تهابهم الميليشيات لذلك تجيش الميليشيات جميع وسائلها لكسر هذه القوة التي يهابونها ويخافونها لذلك المرأة لها دور قوي جدا بالذات في هذه المرحلة العصيبة التي يلاحق فيها رجالنا وأحرارنا فالمرأة كأنها الآن تقوم بمقام الرجل والمرأة فتعتبر الآن تجمنية جدا يعني يهابه جدا الميليشيات نعم ماذا عن التضييق على هذه الوقفات من قبل الميليشيات أي وقفة احتجاجية تم مضايقتها هل حدث اليوم لكم أي شيء؟ نعم هناك مضايقات من بداية الوقفات الاحتجاجية التي قامتها النساء صنعاء وأيضا مختلف المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات هناك تضييق كما ذكرت سابقا بشدة الوسائل يحاولون قدر المستطاع إرهاب الواقفات والمحتجات بشدة الوسائل أحيانا بالسلاح أحيانا بالضرب أما في وقفة اليوم كما حصل اليوم لكن الحمد لله فاتهم القطار كما قال مخلوعهم كانت على نهاية الوقفة أتوا لنا بمجموعة نساء ليقلنا الصرخة ويحاولنا عمل شغب وعمل فوضى لكن الحمد لله نفذنا منها ونفذنا من شغبهم فهم محاولون بشدة الوسائل أن يضيقوا هذه الوقفات وأن يضيقوا عليها سواء كان بالضرب سواء كان بالحصار أحيانا يحاقلون بالأسلحة وبالمسلحين والمجندين سواء كانت بالطقوم والتهديد بالسجن بالكلاب البوليسية كما حصل في وقفة جامعة صنعاء هناك وسائل كثيرة عدة بالتهديدات بالملاحقة الباصات التي نصعد عليها أو السيارات كتابة أرقامها ومحاولة سجنة عديد ممن يصلون أو يقلون من هنا نعم السيدة بس هذه الإرادة للنساء في صنعاء ما الذي تعكسه من وجهة نظرك؟ تعكسه جذوة التورة لا زالت قوية موجودة لدينا أشعلها مشتائلة ولن تنطفئ الوقفات التي نحضرها نحن وننظمها ونذهب إليها تشعرنا بأنه لا زال هناك أمل ولا زال هناك انتصار ولا زال هناك بزوغ شمس الحرية لا زال يصعد ويتصاعد وتشعرنا أيضا تعكس أيضا أن لا زال هناك أمل في هذه البلد وأيضا الناس عندما ينظرون إلينا نجد كثير من المار في السيارات أو المار على الأرض يشجعوننا كثيرا بغم خوفهم من من يحيطون بنا من الميليشيات ومن الطقومات العسكرية إلا أنا نجد كثيرا أن تجدون أن في هذه الوقفات فيها أمل باستعادة الدولة فيها أمل باستعادة الحرية لهذا الشعب المكلوم لهذا الشعب المضموم فيها معاني كثير تأكس هذه الوقفات لنفسية الشعب اليمني نعم إذن شكرا جزيلا لك باسماء محمد الناشطة المدنية كنت معنا عبر الهاتف من صنعة اسمحنا دكتور عبد الباقي أنت وستداء المشاهدين أن نذهب لهذا الفاصل قصير أهلا بكم من جديد مرة أخرى مشاهدين الكلام مرحبا بك دكتور عبد الباقي دكتور قبل الفاصل كان معنا الأخت بس ماذا تحدث بثيقة تتحدث كيف أن النساء استطعنا أن يكسر نحل جدار الصمت بثباتهم بإرادتهم ودت أنت أن تعلق برسالة كنت سأعلق على سأعلق على المتحدثة ولكن دعيني أن أولا استمعت إلى كلمات الزبيري وأقول بوضوح نحن نعيش اللحظة الثانية والزبيري الآن في سياقه التاريخي وما زالت كلماته صالحة وينبغي أن نكمل الثورة واحتفالات الموعد النبي والشريف واضحة ومحددة وعلى أولئك المرتبكين والذين ما زالوا لم تتضح لهم الرؤية نحن أمام ثورة مضادة ويجب أن نكمل الثورة أن الجمهورية هي جمهورة الشعب لم يعد للسلالة مكان بالنسبة للمتحدثة أقول أن ينبغي أن تكون العمليات لا تتوقف والفعاليات وأعتقد أن هناك كثير من الذين كانوا منضويين نظراً لأن هناك انتماءات حزبية لا تقوم على البرامج ولا تقوم على الرواء ولكن على الانتماءات العصبوية والمصالح وبغض النظر عن موقفنا من جماهير المؤتمر الشعبي العام إلا أنهم لا يستطيعون أن يتعايشوا مع المشروع الحوثي ولهذا أعتقد أن إذا ما تمت هذه الفعاليات هناك قطاعات كبيرة من جماهير اليمنيين ستنضم إلى هذه الفعاليات شيئاً فشيئ ولكن سيسولوجيا الجماهير تحتاج إلى ماذا تحتاج إلى أن يشعر المواطنين أن هناك في الآن الجميع لديه نفس الشعور ولكن بحاجة إلى أن يشعر بالآن الجماعية أو الحضور الجماعية من يحرك هذه الآن الجماعية؟ الفعالية بعد فعالية نوع من الشريعة والتضحية أنا أقول المواطن اليمني لا تنتظروا الموت أنتم بهذا الحطوان الحياة لا تنتظروا الموت أنتم الآن بهذا السكون وهذا الكبون نحن نقدر المخاطر ولكن يعني اطلبوا الموت تهاب لكم الحياة يعني هؤلاء مشروعهم يعني يقودنا إلى الإثنى عشرية يقودنا إلى الإمامة يقودنا إلى المواطنة هؤلاء يشعون إلى أن تصبح هناك سلالة تحكمنا ولها الشرعية ولها الخمس وعلينا أن نعيد إنتاجا لمساواه هؤلاء يحملوا ثقافة تحترم فقط القاتل لذلك كان في التاريخ اليمني كان صحفي تراتبية لكن كانوا يشجعون كان المقاتل محل تقدير وصانع السيوف محتقر كان الخياطة محتقر كان كل المزارعين محتقرين لذلك كل من ينتج هو محتقر وكل من يقتل هو الذي محل تقدير هؤلاء يدخلون في حروب وبالتالي هؤلاء مشروعهم كل الضحايا القاتل والمقتول من الجماهير اليمنية هؤلاء ما زالوا صحيح أن هناك كما يقال هناك من القناديل ولكن هؤلاء يمارسون القيادة وهم أفراد ومن هنا سنلاحظ أن الضحية هو الشعب اليمني وأعتقد أن عندنا عنصرين رئيسيين لكسر جغرافية الحصار أنا لا أقول أن صنعاء صحيح أنها مغلقة ولكن كما قال جغرافي كما قال جغرافي وهم عبارة عن داخل سياج من السجن لأن عليهم نعلى من المخلوع صالح أحاطها بمعسكرات وأحاطها بقبائل وهؤلاء ماليشيات لا يحملون المشروع شوفي أسود ديكتاتوريات تخاف من الكلفة المجتمعية تخاف هؤلاء أمام هذا المجتمع الدولي المنفلت وأمام عدم لديهم مشروع فقط لديهم مشروع إيراني والمشروع اللي لا يقوم لا يقوم على التكلفة انظري إلى حلب انظري ما يحدث لذلك علينا أن نستمر في الفعاليات وأن نضحي بعض الشيء من أجل الحرية وأعتقد أن إذا استمرت الفعاليات سوف تتصاعد وترك كورة الثلج وعلى سلطة الشرعية أن تقترب عند دور سلطة الشرعية دعني أعود إليك حتى نتحدث عنه باستفادة شاركنا هذا النقاش الكاتب والباحث زيد جابر عبر الهاتف من الرياض مساء الخير أستاذ زيد مساء الخير أهلا بك معنا أستاذ زيد بكل تأكيد حقيقة نحن أمام جماعة أمام انقلاب يعني ليس كلمت المحلات التي عرفها الأطر الحديث يعني لم يكن مجرد انقلاب أكري للإستيلة على السلطة لكنه انقلاب ومحاولة للسيطرة على المجتمع وعلى ثقافته وقيمه وغوية الحضارية والسياتي والنظام السياسي والجمهوري يعني هناك محاولات حتيثة والسريعة من الفوتيين لمحاولة الإنساء والسيطرة الثقافية والسكرية والزهنية والتعليمية على المجتمع هم يشافقون الزمن لتوسيع قاعدتهم العنصرية وقاعدة الحركة المذهبية ولبالتالي يعني لا يمكن بطبيعة الحركة أن تقبل بتعجد أو أن تقبل البضاء الآخر لأنهم يشعرون أن يعني في ذلك يعني محاولة لجعجع هذه الفكرة يعني غير المقبولة في المجتمع ولذلك لا يقبلون صوتا آخر أو نقدا أو يعني أن تعرض كبقية الأبكار وبقية الرؤى وكسطرح كل الجماعات ولهذا يستخدمون القوة ومحاولة غسل دماغ المجتمع وفرها كأمر وعده نعم أستاذ يعني الصوت المقاوم داخل المدينة والذي يظهر من فترة لأخرى بإقامة بعض الفعاليات والعديد من الوقفات هل نستطيع أن نقول أنه سيكسر جدار الصمت كما فعل الثوار وكسروا جدران الكرامة يوم ما في كل تأكيد يعني صنعاء لم تعد صنعاء يعني كما كان لا إما يتوهمون صنعاء اليوم بعد خمسين عاما من الثورة والجمهورية هي اليمن صنعاء وربما قبل دخول يعني قبل دخولهم المسلح وإتقاطهم للعاصمة الصنعاء بالطريقة التي شهدها العالم شهد أيضا تلك المسيرات المليونية التي كانت تخرج ضدهم أين اكتفت هذه الملايين وأين اكتفت هذه الجماهير بالتأكيد هي موجودة وغير قابلة لممارسة هذه العصابات لكن هناك ضروف أجدرت الناس على السكوط لفترة وانا أعتقد أن الأمر مرتبط بتحرك الشرعية وكلما تغربت الشرعية أكثر وأصبحت أكثر سيطرة على الواضع وشعر الناس لأنهم كهت وضع هذه المليشيات في الأمان وأن هناك شرعية بدأت تستعي زمام الأمور في أكثر من منطقة كلما بدأ الصوت المقاوم أكثر وبدأ الصمت ينكسر وأيضا كلما زادت المليشيات من غطرتها ومن الممارسات العنجهية وزيادة القوة نشهد من أكثر ولا يمكن يعني إذا كانت فورة سبتمبر كانت تتبكت حركات اللهية ومباعرات هنا وهناك على نطرة المدارسة التي كانت موجودة يعني ما بالك اليوم ونحن أمان جيل سبتمبر لا يمكن أن تتلعه الإمام بصورة الذي تتصورها أو أن يدسو رأسهم بالإمام هي نكبة وستاهمت فيها غروف عزة ومسطها الشعب اليمني وبالتأكيد يعني سي لقضها بطريقة وسيتحرر مهما كانت التضحيات التي تتضمنها فيها وطريقة نعم أستاذ زيد يعني كيف تبصر هذا التحول الصنع التي كانت تتضامن مع الحرية والعدالة للقضايا العربية أصبحت الآن يعني مجال لتسويق مجرمي الحرب قاتلي الشعوب من الخميني إلى بشار الأسد وغيرهم هذه هي صورة المشروع هذا هو المشروع الذي جاء بالحوثي وهذا هو المشروع المختبط بالمشروع يعني الإيراني مشروع ولاية التقي ذات الصوت الواحد والحق الالهي وما إلى ذلك هؤلاء يمكن يعني أن يقبلوا بحرية وبصوت آخر يتضامن يعني ما منشك أن الأبناء الصنعاء وهم أبناء اليمن قلوبهم وتضطر دمعا على ما يجري في حلب ولكن لا مجال يعني حركة مع حلب أو مع غيرها إلا بما يريده المسيطرون وبالتالي هذه الصورة التي يعني صنعاء كما يريد أن يقدمها الحربيون لم تعد صنعاء التي عرفها اليمنيون وعرفها العالم وبتنوعها الخلاق وبالحقية التي عاشتها خلال الفترة الماضية وأنا أعتقد أن هذه المرحلة هذه العامين فترة التي حسنا بها الحوثيون يعني استطاعوا أن يوصل وأن تكرب وأن تعيد إلى أدهان الناس يعني قيمة كبسمبر وقيمة الفرية والجمهور والكارثة التي حلت عليهم بوجود هذه الملكيات بأكثر مما فعل أعداء هذه الملكيات يعني أنفسهم هؤلاء عملوا بتصرفاتهم وبالطريقة التي يعني أظهروا أنفسهم بشكل سريع بشكل حتى لأن الإنسان العادي بدأ يدرك مخاطر هذه الحركة وفكرها وابتباط هذا المشروع لا ينتمي إلى هذه التربة ولا ينتمي إلى المحيط والإقليم والمشروع الهدف نعم إذن شكرا جزيلا لك زيد جابر الكاتب والباحث كنت معنا عبر الهاتف من أرياض عود إليك دكتور عبدالبقي ودت أن تعلق سأعطيك بقية الوقت للتعليق دون أيوم طبعا بالنسبة للفعاليات في صنعاء بالفعل اتفق مع العزيز زيد جابر أن صنعاء لم تعد صنعاء نحن هنا جيل كل صباح يقول يا طلاب اليمن هذا علم الجمهورية اليمنية خلفكم وكلمات يقشعروا لها البدن بالتالي نحن ربينا جيل هناك الجمهورية اليمنية مهما حاولوا لن يستطيعوا أن يكتثوا الجمهورية الجمهورية والمواطنة والمساواة من الذاكرة الوطنية الثنين والذي أريد التركيز عليه هناك عناصر أنا بالنسبة للفعاليات هناك لابد من تكرارها وأن تكون منتظمة ومدروسة وبالتالي حتى تحدث نوع من الشعور الجمعي بأن المواطنين ليس وحدهم بالتالي عندما يتحول الشعور الفردي إلى شعور جمعي تبدأ المظاهرات تكتسح المدينة لكن ماذا يصاحب ذلك؟ أنا أتساءل هنا في علم الإجتماع هل هناك إذاعات ومنشورات قد تم استهداف الجماهير التي تخضع للإنقلابيين؟ لا بد من تعبية هذه الجماهير لا بد من نزل منشورات عليها ومن إذاعة خاصة توجه وتركز إلى هذه المناطق تعبيها وإلى هنا الآن نحن نسلمنا هذه الجماهير رغم أنها لن هي مستكينة نوع من الحفاظ على ذاتها ولكنها لا تقبل ذلك الخطاب ما عدا الجماعات العقائدية التي ذات ولا فساد أو ولا عقائدية للإنقلابي المخلوع صالح ولكن هناك شريحة مجتمعية نحن بحاجة إلى تعبيتها إعلامياً وإلى إرشادها وإصال المشاعر لها أنها في حماية وأن هناك من يوجهها وأن الدولة قريبة منهم هذا أنا أوجه رسالة للسلطة الشرعية هل تحرير البلد فقط هو أن يكون المقاومة الوطنية والجيش الوطني في همدان أم ينبغي أن نستهدف الجماهير في تعبيتها وشعورها أن الدولة بجانبهم وإيصال رسالهم بالدفاع عمل الجمهورية وكشف الإنقلابي لهم لأن هناك مجموعة من وسائل الاتصال والقمع والترويع الإذاعة موجودة إذاعة صنعاء تابعها رسالتها محدودة بالنسبة لأعوامل أخرى لما يسمى تعميم الاحتجاج الشعبي أنا تحدثت مع وهذه الرسالة نحن لا بد أن نناقص صنعاء ولكن صنعاء ليست فضاءا جغرافيا معزولا عن بقية الجمهورية في أحد الشخصيات الهامة والسياسية والبرلمانية بين الحديدة سألته لماذا لم تنتفضون قال هل تريد أن نكون مثل أصحاب تعز ننتفضهم وتتركوننا وحدنا دون سلاح ودون دعم ودون حماية يخشون القذلان يخشون القذلان بالتالي إذا السلطة أرادت أن تنتفض صنعاء عليها أن تستعيد تعز يشعروا بقيمة المقاومة يشعروا أن هناك جغرافية واسعة أن هناك دولة عادت أن هناك نوع من سياتي المدد سياتي الدعم أن هناك إذاعة يسمعها المواطن في صنعاء وفي صعدة يسمع إذاعة الجمهورة اليمنية يسمع خطار عبدالرب ومنصر هادي هناك منشورات لا ترمي فقط قنابل ترمي أيضا منشورات ترمي سيديهات ترمي ما يكون راديو وببطارية عشان نبث لهم الأخبار كما يريدون هناك أكثر من وسيلة لتعبئة الجماهير التواصل مع الشخصية القيادية بالتالي عندما يأتي شخصية سياسية وأقولها ولا أريد ذكر الأسماء يقول لي هل تريدون هذا الخضلان الجماهير في صنعها بحاجة لأنها مهددة في مثلث واصله يعني في علم النفس الإنسان عندما يكون في رخاع من العيش يتكون له مطالب في الحرية مطالب في تحسيننا في ما يسمى الكماليات عندما تقى الآن لقمة العيش ثم بعدين يهدد حياة يصبح فقط يريد المحافظة على حياته وبالتالي عندما نحن نقوم بفعاليات ما يسمى نعمم الشعور الفردي إلى جماعي عن طريق الفعاليات وعن كسر هذا الحصار ولكن صنعاء نتركها بمعزل عن هذا الدعم التعبوي وعن إعطاء المواطن في صنعاء أننا قدرنا نحمي أبنة تعز وقدرنا أن ندعم أبنة عديدة بالتالي أنا نقولها أنا دائما نوجه النقد للسلطة أقول أن المعركة يعني حتى الآن ينظرون إلى صنعاء وكأنهم منتظرين من هؤلاء الجماهير بلا مرتبات الذين يموتون من أجل لا شيء أن ينتفضوا ينتفضوا من أجل الموتون لابد أن تعطي له نوع من الأمان أن تحفزه أن تشعره أن هناك بديل يحميه بالتالي عندما يقول لي سياسي مخضرم وسياسي قائد ورجل قائد لا أقول لا أذكر اسمه يقول أنا أستطيع أن لن مجموعة وأجمع مجموعة مقاتلة في العديدة ونستطيع أن نحدث بعض الإرباكات ولكن هل تظنلي أن تحموني أو تتركني مثل تعز هذا كلام خاصة هذه نقطة مهمية بالتالي علينا أن نملح المواطن في صنعاء الشعور أن نقوم بالتعبية وتوجيه خطاب إعلامي لهؤلاء لأن هناك المسيرة وهناك التعبية وهناك الصحيفة 26 ستمبر أصبحت خضراء اللون لم تعد هناك أهداف والثورة أصبحت هناك عندما توصل رسالة إلى حتى قواعد المتمر الشعب العام أن مكتسبات الجمهورية قد ذهبت أن هؤلاء ليس لديهم مشروع أنهم لم يعودوا أتباع المذهب الزيدي الذي كنا الذي هو أقرب إلى السنة وأنه أصبحوا 12 وأن هذه الجماعة سلالية تنظر إلى الشعب اليمني من الأعلى نعم للأسر دكتور انتهى وقت البرنامج والصد دكتور عبد الباقي شمثان وسبعا من الاجتماع السياسي نستطيع أن نقول جمهورية ومن قرح يقرح هذه يعني ربما خلاصة الخلاصة شكرا جزيلا لك وشكرا لمتابعينا الكرام إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل كنوا برعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر